إلى ذلك اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الاعتذاءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة التي كان من بينها ضحايا عدد من الأطفال أسهبت في تعريعة الاحتلال بشكل كبير أمام الرأي العام العالمي أضاف أبو الغيط أن المجتمع الدولي صار مدركا بشكل متزايد لدور المستوطنين المتطرفين الذين تتبنى الحكومة الإسرائيلية أجندتهم في الأوضاع بالقدس دع أبو الغيط مجددا إلى وقف فوري للاعتذاءات على القطاع مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تتطرف وفق أجندة انتخابية داخلية وأنها تقامر بإشعال الأوضاع في المنطقة كلها بسبب تعمدها إراقة المزيد من الدم الفلسطيني تعزيزا لمكانتها الداخلية واصفا هذا النهج بالمشين وغير المسؤول موسيقى موسيقى